فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب فهذا الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم دعوه إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة وإفراده بالدعاء وإليه المرجع سبحانه وتعالى فهذا هو الذي جاء به وإن كرهه بعض الأحزاب فإن ليس العذرة بالرغبات الناس وإنما العذرة بموافقة الحق هذه هي العذرة وإلا فقد يتبرم بعض الناس وخصوصا العلماء لأنها الكتابة العلم فإن بعض العلم قد يتبرمون من الحق لأنه يخالف أهواءهم فهذا تحذير لهذه الأمة ولعلماء هذه الأمة بالذات أنهم يكرهون شيئا من الحق أو ينكرون شيئا من الحق من أجل مخالفة من يبغضونهم فهم لم ينكروا أن محمد على حق لكنهم أنكروه لم ينكروا أن محمد على حق من باب أنهم يجهلون هذا وإنما أنكروه من باب أنهم يعلمونه لكن أنكروه من باب الحسد ومن باب التكبر على الحق